أنا عايزة ناقش حضراتكو في شوية كده حاجات ومقتسبات يعني كانت لهذه الفئة على مدار السنوات اللي فاتت بس خلونا سريعا نروح برضو لأن معانا دلوقتي البطل أحمد طارق بطل السباحة من ذوي الهمم على التليفون يا أحمد صباح الفل عليك في البداية شباح الفل على حضرتك أنا مبسوطة جدا جدا بيك ومبسوطة جدا جدا أن أنت معانا بس أنا مبسوطة جدا جدا أن يعني كمان أنت حتقابل كابتن الخطيب كمان شوية بس أنا عايزة أبدأ معاك كده من مبارح يا أحمد وتقولي إحساسك كان إيه وإنت قاعد قدام يعني سيادة الرئيس وبتتكلم معاه وفي حديث ودي وبتقوله نفسي أنضم للنادي الأهلي تفضل يا أحمد بصراحة يعني أنا كان إحساس كبير يعني اللي أنا قاعد قدام سيادة برئيس على تفتاح السيسي وكمان يعني كان بصراحة نبسي بالطلب ده من ثمان ومن ثمان قوي يعني حضرتك أحمد معليش يا جماعة ممكن تقول للصوت أنا بس سمع أحمد كويس معليش أنا يعني بس يعني في تاوسة أعليك صوت كويس أنا يعني أنا مش سمع عندي يا جماعة كويس لو سمحت تحلولنا المشكلة دي سريعا عايزة أسمع أحمد كويس حاط الصوت مصبوطة عندك طب هتقولي الصوت في السماعة بتاعت يا جماعة لو سمحته أحمد أنت سمعني كويس عايزة أسمع طيب على كل حال خليني أروح معاك بقى ودلوقتي تقولي يعني أنت رايح تقابل كابتل الخطيب وحلمك خلاص تحقق في دقايق ودي حاجة طبعا جميلة جدا خليني أعرف إحساسك واستعداداتك وناوي إيه مع النادي الأهلي فترة اللي جاية اللي احساسك بيه دول اللي اتحقق قميتي برطي كمان حضرتك بس أنا استعداتي بقى إنساء الله في النادي لال لأن أنا أكمل مصرار البطولات يعني أنا كان بدايتي بطولة كمهرية بعدها كاس مصر يعني أنا أدخل كده بطولة بطولة عربية بطولة أفريقيا بطولة عالم بأوصل أولمبيات يعني أوصل يعني بكل يعني المطلاث يعني والإنجازات يعني حضرتك حلو جدا يا عبد إحنا بجد مبسوطين بيك قوي قوي وأنا مش عايز أختم معاك غير لما أتكلمني معلش بشكل كده مفصل أكتر عن مبارح إحساسك وإنت قاعد ومصر كلها بتتفرج وإيه العالم كله بيتابع وصياد الرئيس بيسمعكو يعني عايزت تنقلي الحالة دي أنت كنت حاسس بإيه مبارح فعلا كان إحساس كبير كان إحساس كبير اللي مصر كلها سابتني كده يعني قدام العالم كله كان إحساس كبير اللي أنا قاعد قدام السياد الرئيس الأب الحنون الأب الحنون على صف قدرات القصر حلو جدا يا أحمد والله إحنا مبسوطين بيك قوي قوي وربنا وفاك في الفترة اللي جاية وعايز تقول حاجة للأهلوية قبل ما أختم معاك بصراحة أنا بقول حاجة للأهلوية كفاء الأهلوية يعني كفاء الأهلوية يعني ليهم أبطال كبير ببطعة على النادي الأهل كفاء أنا واحد باطم من المساكعين الأهلوية قبل ما أكون لعيف بقى حضرتك حلو جدا يعني أنا واحد باطم من محبيني النادي الأهل محبينه أوي يعني إحساس كبير أنا ببساط على مفساطي النادي الأهل في المسوار شكرا